أهلاً وسهلاً بيكو عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي وحلقة جديدة من برنامج دقة ألف موضوع حلقتنا النهاردة مميز جداً بناءً على طلب المشاهدين طبعاً هو إيه هو أسباب بتأخر الإنجاب والجديد حاول طرق لالج أو المزوجين بيتجوزوا بيبقوا منتظرين خبر سعيد ومنتظرين خبر إنهما إن الزوجة تحمل لكن لما بيتأخروا شوية يبتدوا بقى يقلقوا هل العيب من الزوجة ولا من الزوج وطبعاً الحموات بقوا الأقارب يعودوا يسألوا هيا مفيش حاجة جاية في السكة عشان كده النهاردة كل الأسئلة اللي حضرتكم بعتوهن على صفحة البرنامج على الفيسبوك هنجاوبها النهاردة مع ضيف برنامجنا الكيمو والقامة العلمية الكبيرة دكتور مجدي فرج السليني أخصاء النساء والتوليد ماجستير النساء والتوليد عين شمس حاصل على البرد الأمريكي للنساء والتوليد عضو الجماعية الأوروبية لطب الجنين ومدير مراكز أمومة للنساء والتوليد أهلا بحضرتك دكتور مجدي أهلا بحضرتك سؤالة نوبرتنا مرسي ربنا أخليك شوف في البداية دكتور إمتى نقول أنه عندي تأخر في الإنجاب بالنسبة للزوج والزوجة مبدئياً إحنا في نوعين من تأخر الإنجاب اسمه تأخر الإنجاب الأولي وتأخر الإنجاب السنوي بالنسبة للأولي ده اللي هو محدش سبع لين وحصل حاملة خالص إمتى أقول أن في عندهم تأخر إنجاب أي زوجين بعد الجواز منتظرين أي خبر سعيد بالنسبة للموضوع الحمل مقدرش أقول أن في تأخر إنجاب غير بعد مرور سنة كاملة على حياة مستقرة يعني إيه حياة مستقرة يعني الزوج مش بيسافر موجود مع الزوجة على طول ما أخذتش أي وسائل في خلال الفترة دي لو الكلام ده تأخر لحد بعد السنة ده يبقى اسم تأخر إنجاب أولي طيب لو ليه إحنا أجلنا الموضوع السنة لأن الإحصائيات بتقول إثنية 20% بيحصل أول شهر 60% في خلال الثلاث شهور اللي بعد كده بنوصل لحد بعد سنة 80% من الناس بيكون عندهم إيه حصل لهم حمل عشان كده هم بس اللي هيبقى بايع 20% اللي هو ممكن منهم 10% بتحصل في خلال السنة ومص الأولى طيب طيب إيه أسباب تأخر إنجاب سواء من جانب الزوج أو الزوجة وهل فعلا فيه أسباب مشتركة بين الاثنين طبعا يعني كل هما فيه أسباب ما بينهم هما الاثنين وفيه أسباب لكل تخص كل واحد فيه فيه حاجة مهمة خالص أغلبنا من تجهالها وشايفيني إنجاب إحنا كده بنقصر اللي هو الزوج الناس شايفيني أي سبب تأخر إنجاب سبب الزوجة لا ما حصلش عشان كده أغلب الناس يعني مفروض إن أنا أي حالة تيجي لا أنا برفضها لمجرد بس إن الزوج مش حامل تحليل سبب الزوجة لأن ده الخطوة الأولى ودي الخطوة الأصعب وأهم حاجة إنه الزوج هو اللي يبتدي يعمل التحليل الأول مش الزوجة يعني بيفرضه في البداية دكتور إن العيد من الزوجة مش من الزوجة لا خالص المفروض إنه هو مجرد ما يدخل العيادة يبقى جايب التحليل بتاعه معاه طبعا إحنا شغلين لنسا فشغل الأكتر بتاع الزوجة فيه بعض الحاجات إحنا بنعرفها بس الشغل الأساسي بتاع الزوجة تحليل السلمانية تحليل السلمانية فيه مشاكل كتير يعني أسباب الراجل كتير فيه سبب ليه علاقة بالموضوع إن المصنع نفسه اللي مسؤول على إنتاج اللي هما الخصيتين ما بينتكش حيات المنوية خلص هو ما بينتكش فأكيد الخصية دي ممكن تبقى أتروفايد يعني حصل لها ضمور أو فيها وراء معين أو فيه حاجة عب خلقي فيها إن عملية إنتاج الحيات المنوية دي مسؤول عنها خليتين حاجة اسمها سارتولي ده اللي موجود فيه خلية واحدة فده هو ده فرصته إنه يحمل دي صعب جدا فأنا بس تبعد يعني حوالي 35% من أسباب التأخر اللي انجاب بالنسبة للزوج فأنا بس تبعدها خالص يعني كانها مش موجودة تيجني تكلم برضو عن حاجات تانية اللي هي علاقة بفكرة ايه السلمانية والتاع الزوج ده بيعرفنا شكل أو حالة القسيتين وحالة الزوج عمتهم تحليل السلمانوي ده عبارة عن أشكال في حاجات معينة بنبص على كمية السائل مفروض إنها ما تقلش عن من 2 إلى 5 ملي العدد المفروض إن ما يقلش عن 20 مليون كل ملي في حاجة مهم بخلص وتلاقي أغلب الناس بتتسأل عنها حركة الحيوان المنوي الحركة بتاعة الحيوان المنوي دي أهم صفة من صفات تحليل السلمانوي ودي اللي بتأثر كتير وبتأدي لدخل الحركة نفسها احنا عندنا أربعة من أنواع من الحركة حركة A وB وC ودي بنشوفهم في كل التحليل بس A وB وC دي يعني ايه كلام ده الناس مش بتعرف الـ A ده اللي هو حركة الحيوان المنوي الكويسة جدا اللي في اتجاه يعني سريع جدا في اتجاه البوايد أو في اتجاه دخوله لأمبوبة فالوب الـ B ده آه بيتحرك في النفس الاتجاه بس بطيء شوي الـ C ده حيوان المنوي بيتحرك آه بس بيلفح حوالي النفس طبعا الـ D ده ميت الكلام الزماني ان المفروض الـ A وB اللي هما للمسؤولين ينتجوا حمل ما يقولوش عن 50% دلوقتي وصلنا ممكن لحد 35% 30% بنتجاوز تمام؟ في حالة ان العدد بتاعنا يعني 20 مليون في المللي تخيل انت بتقولي يا دكتور 20 مليون في المللي ده احنا محتاجين حمال مانوي بواحد اه لان في كميات كبيرة خلص من حيات المنوية بتموت في مراحل من مراحل خروجها من الخصية وأثناء مرورها في القناة وأثناء العلاقة نتيجة الـ B-H أو نزولها كمان لحد لما يصارع لحد لما يوصل البواحد فدي صورة السهل المنوي اللي ينتج عنه حمل ده في حاجة تعمل لا السهل المنوي كايس ما فيوجوش مشكلة الراجل هورمولاتيكويس في حاجة اسمها تكسير المادة الوراثية الحيوان المنوي ده في حاجة في الراس بتاعته مادة وراثية المادة الوراثية دي هي المسؤولة عن ان يوصل وينتج حمل لو بتتكسر أكتر من 30% هيعمل حاجة من الاتنين يما يبقى يأخر الانجاب خلص يما ينتج عندنا جنين مشوح ويحصل سقوط فتيجي واحد يقول لي ده السهل المنوي بتاعي كويس جدا وهقول له لا في حاجة في حاجة كمان أكتر اللي هي علاقة بالاتنين زوجين دول بالذات يعني هما الاتنين مع بعض هما الاتنين بس اللي عندهم مشكلة هما الاتنين مع بعض لكن لو مع أشخاص تانيين عادي ما فيش أي مشكلة بالضبط كده يعني هي لو اتجاوزت حد تاني بعد الانفصال لو اتجاوزت حد تاني تتخلف وهو لو اتجاوزت حد تاني تتخلف اللي هو إيه ان جسم الست بينتج أكسام مضادة للحيوان المنوي ده أو للمادة الوراسية اللي في الحيوان المنوي ده فبينتج انها بتهجمه فبتموته فما بيوصلش التحقيق ده بيتعمل عن طريق الحليل اللي احنا بنعرفه يعني كل الحاجات دي بالنسبة للزوج سهل علاجها إلا المرحلة اللي احنا قلنا عليها اللي هي حاجة خلقية تمام طب لو الزوجة زي ما حضيك قلت ان هي بتفرز مادة انها بتنوت الحيوان المنوي هل ممكن في المرحلة دي انها ممكن تتعالج أه هي أكسام مضادة أكسام مضادة دينا تيجي مناعة زيدة جدا تمام احنا بنقلل المناعة بتاعتها أو بنقض خطوة من الخطوات التانية ان احنا ايه نعدي كل الحاجة دي ونوصل الحياة المنوي للحد البيضة عن طريق سواء تلقيح سيناية أو عن طريق الحياة الميجارية تمام تمام خطوة يا لب أسباب تأخر الإنجاب عند الزوجة تمام احنا الجهاز تناسولي للزوجة كده مترتب بالشكل كده ببيضين أمبوبتين ورحم وعنق رحم ومهبل ممكن ناخد الأسباب من فوق أو من تحت ناخد من تحت المهبل في حاجة اسمها البي اتش البي اتش ده الواسط اللي الواسط اللي فيه المهبل عند الست الواسط ده ممكن يبقى حمدي خالص في موت كل الحياة المنوية تمام بيتفرز الحياة المنوية مش هتستحمل غير الواسط القلوي استخدام برضو عن طريق مهبل استخدام الحاجات اللي هزا التشتفات والحاجات دي أو حاجات بتأتي الحياة المنوية فانت كده مش هو تغصلي حياة مقفى مش هتحصل حمل نطلع لفوق شوية اللي هو عنق الرحم أو السيرفيكس السيرفيكس ده لو فيه دي ستينوزيس هتلاقي حالات كتير بعد سنة يا دكتور أنا ما حملتش ليه مجرد موضوع ديء صغير في عنق الرحم يحصلوا توسيع يدي فرصة اللي حاوي منه ويدخل لحد جوه نطلع لفوق شوية اللي رحم بيبقاش ليه أعراض اللي هو ديك العنق الرحم مش هتحس بأي حاجة ممكن في بعض الأوقات بتبقى ألم مع البريوت اللي هو حاجة بتنزل من فوق فبتضغط على العنق الرحم فبتحس بألم بس ده أغلب الناس بيبقى عندهم ألم فمش عارفين يميزوه حتى لو قبل الزواج أو بعد الزواج مش عارفوا يميزوه بقاش فيه تنميز بالضبط بعد كده هنطلع لفوق شوية الرحم الرحم ده في حاجات كتير حاجة ممكن تبقى عيب خلقين زي اللي ما بدي اسمعه رحم زور قرنين ورحمين مع بعض الرحم نفسه رحم توفايلي حجمه صغير دي من ضمن حاجات اللي بتأخر في حاجة تانية اسمعه الأورام والأورام تناسب أورام لفية وأورام خبيثة الأورام اللي فيها دي مش كل الأورام اللي فيها تعمل تأخرين ومش كل الأورام اللي فيها هتأثر معانا طب إمتى تأثر هنعرف إيه على حسب عددها وحجمها ومكانها يعني لو هي كتيرة خالص أكيد بتأثر ويبقى لازم تدخل لو حجمها كبير خالص طبعا مدام حجمها كبير خالص تبقى ضغطة على الرحم مش هينفع يوصل الحمس بالضبط مش هيوصل أصلا المكان اللي أنا بحط عاملة بالضبط زي ما بنوصف تخيل أرض كده بتحط فيها بزرع وتحتها صخرة هي الأورام اللي فيها دي صخرة فمش بتصخل الدم كويس للنبات اللي فوق أو للجنين اللي فوق تمام فطبعا لا أو مش هيتكون مش هيدديره فرصية الأصعب كمان إنها دخلة في مكان قريب من الأنبوبة سدة اللي فتحت بتاعتها الأنبوب تاني فبالتالي مش قادرة تخلي البوايدة تنزل ولا البوايدة تنزل ولا الحياة ما لو يطلع بالضبط فمش هينتو كحمل ده بالنسبة للأورام اللي فيها في حاجة تانية كلنا بنسمعناها لها بطانة الرحم المهاجرة ونيه منتشرة جداً يا دكتور وبيجينا أسئل عليها كتير جداً يعني إيه كلمة بطانة الرحم المهاجرة حاجة بسيطة كده عشان ما مش لازم حاجات علمية إن البطانة بتاعت الرحم مكانها الطبيعي تنمو جوه الرحم لأ إحنا حاجة طلعت من مكانها الطبيعي اللي هو الرحم ورحة لبرى الرحم طب ممكن تروح فين ممكن تنزل تحت شوية تنزل في عنق الرحم تروح يمين شوية تروح على المبيض وتعمل لنا حاجة اسمها أكاس الشوكولاتة دي مش هورو خالص تمام أو تطلع شوية كمان بطانة جوه كيس البطن أو جوه تجويف البطن تمام بطانة الرحم المهاجرة دي يعني إيه إن بطانة الرحم لما تتزرع في مكان تاني فبتنمو نمو زي بالزبط نمو بطانة الرحم طب هتأخر الحملة إزاي إنها بتستهلك كل الهرمونات في النمو بتاع بطانة الرحم دي فخلاص بطانة بطانة الرحم حجمها كبير فصعب جدا غير إنما أثر على تكايبسات المبيض مش عاملة مش مطلعة بوايدة خالص إنها بتأثر على إن البوايدة نفسها تدخل جوه جدار الرحم عشان خاطر يحصل انقسام ليها وانتج عن أجلة دي بطانة الرحم مهاجرة دي لازم مجرد من وطبعا فيه حاجة صعبة جدا إنها بتعمل التثقات بشعة وألام في الحوض فضيعة مشكلتها إنها إيه الناس مش بتعرفها غير لما يبقى الموضوع متأخر خلص اللي هو بدأ يشكي بألام الألام سببها للتثقات اللي حوالين الأنابيب والتثقات في الحوض فضيعة فعشان كده بدأت تحس بألام ده بالنسبة للحاجات اللي جوا الرحم نيجي للحاجات اللي جوا الأنابيب أثناء حديث حضرتك برضو نعرض صور لمركز أمومة والتجهاز الطبية اللي موجودة فيه تمام فدلوقتي الأنبوبة نفسها إما الأنبوبة فيه جزء منها مش متكون تمام دي عيب خلقي أو فيه جزء كمان جزء منها داي أسي هذا المفروض الأنبوب لقيها مصار معين وكمان حاجة تانية السيليا بتاعتها تمام السور معنا على الشاشة السيليا بتاعتها السيليا بتاعتها اللي بتحرك البوايدة مش بتقوم بوظيفتها عشان كده مثلا فيه ناس بيقولك احنا بنتطمنا عن الأنبوبة عن طريق أشاعة السبغة أشاعة السبغة فقط هي اللي بتوضح الرؤية بتوضح الشكل أنبوبتين مفتوحين ولا لا طيب لو السيليا دي مش بتحرك البوايدة هي مش أيما بوظيفتها بس مفتوحين تاني حاجة هو ممكن يبقى فيه التساقات حوالي الأنبوبة شدة فوق وشدة تحت بس السائل اللي السبغة بتمر فيدينا أغلب التعليقات بنشوف أني كل ما يخلص ما أنها مفتوحة أوريدي بس بيكتب لنا نورمال الرغم أني احنا ممكن نبقى شايفين التساقات يعني شكل الأنبوبة نفسه مش الشكل الطبيعي لفة حوالي نفسها طب هي لفة حوالي نفسها تجدل التساقات هيحصل إزاي؟ أو السيليا بتاعتها نفسها مش أيما بوظيفتها أنها تزوق فدي مش أنبوبة سليمة في فرق ما بين أنبوبة مفتوحة تمام؟ وأنبوبة سليمة هم الأشاعة بتجلنا دي أنبوبة مفتوحة بس أنت ما قلت ليش أنها سليمة ولا مس سليمة في عبق القتال لازم هي أهم حاجة أنها تعمل أشاعة بالصفغة ونتأكد من أن ما فيش التساقات وأنها مفتوحة دي تمام شكرا عشان يبقى مجرى البويضة يبساء بالضبط كده مفتوح وما فيش أي مشكلة تمام بعد كده بنروح للجزء الأكبر من الحالات اللي هو المبيض المبيض ده اللي مسؤول عن إنتاج البويضات تمام؟ المبيض ده هو اللي يعني لو طلع لو طلع بويضات مش كويسة مش هينتوك حمل لو ما طلعش بويضات خالص مش هينتوك حمل لو هو فيه مشكلة زي تكايز المبيض تمام؟ لو فيه مشكلة مثلا أي أورام لأي أورام تمام؟ فيه أكياس تانية غير أكياس الشوكولاتة كل ده مش هيخليه المبيض نفسه مش بيستجيب للهرمونات اللي بتتفرز من الغودة النخامية أو متأثر ببعض الهرمونات زي هرمون اللبن أو هرمون الغودة فمش بيحصل منه تبويض كويس دي كل حاجات عوامل بتخلي بيحصل تأخر الانجاب تمام طب يا دكتور إحنا قلنا أسباب تأخر الانجاب عند الزوجة طب وتأخر الانجاب عند الزوج اتكلمنا فيه برضو وحدك شرحته باستفادة طب هل مفترض القيام قبل الزواج ببعض الفحوصات للزوج والزوجة ولا فيه ناس برضو بيعملوها كده اعتباريا ما بيردوش يعني إيه ساعات المأزوم بيطلبها بيطلبها قبل ما يعملوا العقد الزواج بيروحوا مثلا مكتب الصحة ويعملوها كده اعتباريا من غير ما يكون فيه تحاليل فعلا مباشرة بسبت هو ده المفروض يحصل طبعا بس الناس بتخاف من فكرة ايه طب هو لو فيه حاجة هنلخبط الدنيا كلها ونوقف الدنيا طب هم يتفقوا يعني أنا أقصد المشكلة اللي ظهرت دلوقتي هنعرف إن نعالجها بعد يعني بدل انتظارنا سنة احنا عارفين من قبل من التجاوز إن احنا عندنا مشكلة قصة كلها سائل تحليل سائل منوي للزوج فيه ايه مشكلة لا أنا عندي ضعفة في الحركة لزوجة زيدة أنا بدخن كتير متعرض لما أجسام مضدة كتير الأكل بتاعنا فيه مشكلة هرمونات زيادة في الأكل حلها بسيط بس أنا أبقى عارف إن أنا عندي مشكلة تمام بالنسبة للزوجة محتاجين نعمل سونار بسيط يعني هي لو عندها عيب خلقي في الرحيم أنا كراجل لو عرفت حد كده أنا يا إما أرتضي بالموضوع يا إما أقول لا أنا عارف كويس إن أنا في عيوب خلقية مش هينتجعنا حمل فهو عارف كويس بدل ما هو أو أخذ خطوة تانية أشوف لا فيه أي مشكلة أعرف أعرف حلها عندها كيس على المبيض يبقى أنا أعمل حسابي من قبل ما تتجاوز بتأخذ علاج بحيث إن الكيس يختفي قبل الجواز وتبدأ علاقة مظبوطة يبقى أنا عارف عندي فيه مشكلة إيه لكن النازمة بترفض القصة دي للأسف لمجرد بعض الأزواج الرجال خصوصا بيخافوا بيقلقوا بيقول يعني إحنا في مجتمعات شرقية ما نعملش تحاليل وفي نفس الوقت بالتالي طالما هو ما عملش تحاليل فهي مش هتعمل تحاليل وهيتجوزه كده عائل زي يعني فيه حالة من ضمن الحالات اللي هو إيه تجوز أول مرة ما حصلش حمل فأعتبر إن المشكلة عندها فطلقها طمعام وجوز تانية وحصلش منها حمل فأعتبر برضو إن المشكلة عندها وعناد وإسرار وجوز التالتة والإثنين الجوزوا الأولين حصلوهم حمله هو لسه ولما مجرد وفي نفس الوقت يعرف إنه هو عنده المشكلة لا وهو برضو عناد عناد اللي هو هم اللي عنده مشكلة اللي هو اللي يعرف بس بعد كده إنه هم حصلوهم حمله فهو فكرة عناد الرابع حسن هو اللي فيه أول مشكلة فهو معتبر إنه برضو فيه حاجة تانية الناس ربطة ما بين العلاقة وتحليل السالة المنوي الموضوع ملوش علاقة ببعض يعني مش معنى إنه العلاقة حاجة كويسة وإنت كويس في العلاقة يعني تحليل السالة المنوي بتاعك كويس ده ملوش علاقة نهائي طب دكتور في أسباب مشتركة بين الزوجين في تأخر الإنجاب أي وزي ما احنا قلنا إنه في حاجة اسمها الأجسام المضادة اللي بتتفرز من الزوج ده للزوجة دي تمام فبتحاجم الحيوان المنوي ده عشان كده لو الزوجين دول تقابلوا مش هيحصل منهم حامل تمام لكن لو هما أي حد تاني غير الطرفين دول عشان نسمع بعض كده وقالك كانوا متجاوزين وهو تجوز حصل له يعني جابعي أطفال وهي تجوزت جابة أطفال لكن هما الاتنين لا لأنه في معتبر أن هي نفسها معتبر أو جسمها نتيجة منعته العالي جسمها بيفتش مادة مضادة بتقتل الحيوان المنوي بزبط معتبر أن الحيوان المنوي دي حاجة غريبة تمام بتفرض كل حاجة عشان تقتله عشان تأثر على حركته تمام فهما الاتنين قصاد بعض مش هيحصل الكلام ده تمام وده تحليل وسائل معرفته عن طريق تحليل اللي هو بيحصل بعض العلاقة مباشرة ان احنا بناخد العينة دي بنشوف هل في رأكشن ما بين الحيوانات المنوية والسائل نفسه اللي بيتفرز في المهبل تمام طب على سبيل المثال الحقن المذهل طيب طرق علاجي يعني ما بدأينا هلخدها قصة انا دلوقتي اول يوم النهاردة بعد سنة تمام زوج وزوجة جايين لي بيقولي لي احنا عندنا تأخر انجاب لنسانة متجاوزين ومحصلش حمل اول سؤال هسأله للراجل انت السنة دي كنت موجود معاها الفترة كلها ولا بتسافر رحالي اصلي انا قعدت معاها شهرين وسافرت طب هتبر ازاي صعب انه مش معقولة خلال شهرنا اي حصل مش هقول مش هقول انه تأخر انجاب هقوله كامل معاها فترة وبعد كده ترجع لي طيب احنا مستعجلين طب هقوله روح اعمل اول خطوة اعمل تحليل سأل مين ده اهم حاجة جماعة بالنسبة لستادة المشاهدين اهم حاجة انه اي حد حابب عنده تأخر انجاب يروح للدكتور يبكون معاها تحليل للسأل المنون ده الاهم خطوة ده اهم خطوة ودي بداية العلاج الحقيقي هيت روح اقولي طب بص شوفها هي عندها مشكلة عشان نعرف لا بعدين يعني بعد ما شوفت التحليل بتاعك ابقى بص الخطوة التانية اللي هو ايه طب خلاص انا شوفت التحليل كويس واموره تمام ما فيوش مشكلة او في علاجها يعني احنا عرفنا نديله العلاج خيرا ما عرفناش هنواجهه لحد من اطباء الزكور تمام القصة بعد كده هي طب هي لازم نعمل اول حاجة يعني مجرد ما تدخل عندي العيادة تنشيط ايه عايزة تنشيط للتبويض عشان تحمل بسرعة يعني انا بستغرب جدا انهم مجرد ما عملنا سونار اه لا فيه تبويض فيه بويضات هنعمل دي تنشيط وده خطأ كبير عندنا الهرمونات بتاعة الستة مختلفة وبتأثر على المبيض وبتأثر على كمية البويضات يعني فيه ناس بتقول لي يا دكتور ده انا تبيعة تبويض والبويضة وصلت 18 او 24 او محصلش حاملة ليه الهرمونات بتأثر لدرجة انه ممكن تبقى بويضة حجمها كويس جدا بس نتيجة تأثير الهرمونات عليها بويضة عجزة او بويضة فاضية ما انتوكش عنها حاملة يعني بيبقى عدد على الفاضي بالضبط الهرمونات بتأثر هرمونات الغدى و هرمونات اللبن دول بيأثروا تأثير كبير خالص هرمون الغدى دي حاجة الغدى دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتأثر على كل الجسم لدرجة انه كمان حاجة تانية هرمونات الهرمونات مسؤولة عن التبويض هرمون الغدى و هرمون اللبن فيه هرمون تاني اللي هو مسؤول عن مصاري التبويض اليتو او الاسترش مجرد ما انا عملت الهرمونات دي خدت فكرة كاملة عن شكل الهرمونات بتاعت الست تمام بعدها هعرف انه نوع من التنشيط هو اللي هتستجيب ليه ممكن ما تحتاجش تنشيط نهائيا طب يا دكتور انت مالك تنشيط مدايقك ليه فيه حاجة اسمها مخزون المي بيض عند الست تمام التنشيط ده يعني انا دلوقتي مخزون المي بيض ده حاجة سابتة بتولدت بيه مش بتتغير انا دلوقتي بستهلك المفروض ان الطبيعي من ربعمائة الف تقريبا في حدود ربعمائة الف يعني حوالي الف كل شهر بيزهق بيطلع بويضات حوالي الف يعني هي عندها حوالي ربعمائة الف فالف بويضات يطلع كل شهر فتخيالي لا انا ديتها تنشيط فبدع العدل البويضات بيبقى الف بيبقى ثلاث تلاف الثلاث تلاف مش معنى ان هم زايدوا فده حاجة كويسة ده هم اتخدوا من الخزين اللي عندها او المخزون اللي عندها تيجي مثلا في بعض الحالات تيجي على سنة 28 فانا تقولي مفيش مخزون لا الاسف هي نشاطت بدري فهي غلطت بزبط لا وخدت فترات كبيرة اللي هو لا ده انا مش هاحمل غلما هيخد تنشيط الفكرة غلط انتي مش هتحملي غلما تزبطي هرموناتك عن طريق المواد اللي بتساعد على التنشيط انحا مش بريد تنشيط علشان نكبر بويضة احنا بنزبط الهرمونات يعني الحاجات اللي بتاخد تنشيط ما هي الا الهرمونات وبيبدأ منها من اقراس عادية خالص لحد لما توصل ان احنا في حقا عسعارها كبيرة خالص بتاخد واحدة واثنين وثلاثة على حسب الاستجابة فانا كده بدمر مخزون الميبية تبدري خالص تمام طب في عجالة يا دكتور كده هل عمر الزوج او الزوج او من العوامل المهمة في اتخاذ قرار العمل حقن المجاري علشان الانجاب طبعا طبعا يعني ما عليش انا كلما هيقبق سن سن اعتقده في سن السيدة والراجل الراجل والسيدة الاثنين يعني فيه اعتقد ان الراجل لو كبر في سن يخلف لا الراجل لو فيه اطروفك ان الخيسية نفسها بيحصل لها ضمور الحيان منهم اللي بينتج عن راجل كبير في السن عجوز حركته ضعيفة في بعض الاحيان مش بنفس الكفاءة مش بنفس الكفاءة مش بنفس متعرف عليه بالضبط هم فهمين ان الراجل ممكن يوصل لحد الستين ويخلف وده غلط حاجة تانية كمان تحليل يعني مش معنى ان حد جاب لي تحليل من سنة يقول لي اهو التحليل تحليل الزوج بيتخير كل ثلاث شهور تمام وفي نهاية حلقتنا بنشكر الكيمة والقامة العلمية الكبيرة دكتور مجدي فرج السليني اخصائي النساء والتوليد على معلومات القائمة لحضرات جدتها النهاردة وبنشكر السيدة المشاهدين على حص المتابعة كانت معكم نورهان محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة